النهاردة حملت عنابل مع بعض عيش البطاطا عنابله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وتابعوني كده حبيبي للهاية الفيديو عشان تشوفوا معي بصوراكم كل حاجة خطوة بخطوة حتى التسوية بصورا معاكم خطوة بخطوة فان شاء الله كده تستفادهم بالفيديو ولو استفادتم فضلا وياس عمران حبيبي ما تنسوش كده لنتوا تشجعوني وتدعموني باللايك والشير عشان لايت بيخلي اليوتيوب يفعلي فيديو في الاقتراحات للاستانية اللي هي تشوف الطريقة وتستفاد بديها فضلا وياس عمران حبيبي زي ما احنا شايفين منظر الياش جميل جدا وطعمه بقى ايه طعمه فعلا روعة وجميل جدا نعم ان شاء الله كده لما تجربت طريقة ديت يعني اعتعجبت جدا وعتعجب اولادك وجوزك واخواتك وكل حد يدقها يعني فزي ما احنا شايفين والتسوية على المصفى وزي ما احنا شايفين منظر الياش وهو منتفخ جميل جدا تابولي بقى كده عشان نشوف مع بعض بقى ايه الطريقة خطوة بخطوة بالتفصيل لا يعني بتفصيل بقم اللي كده عملها معاكم ان شاء الله كده تستفدوا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارهم بكم اخوتي وحبيبي في الله في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورعي هنا حبيبي معايا بطاطا رفيعة يعني العدد البطاطا ديت الوزن بالزبط بصراحة ما وزنتهاش بس ديت يعني ست ست كواز بطاطا يعني زغيري زي ما احنا شايفين ده هوت يعني بقى اطحها كده واضبها غسلتها كويس الأول وبعد كده بقشرها وبقى اطحها كده اططاعت الكمبيه اللي معايا يعني ايه دي تعمل لها في حدود يعني 600 جرام من البطاطا كده يعني ولو كوز بطاطا كبير فامقولك تستخدمي واحد بس كفاية لانه هو الكوز بيعمل نفس الوزن يعني فبنسلوها في شوية مية لحد ما بتستوي وبعد كده بس ايبها لحد ما تبرد فانا طبعا ايه سبتها لحد ما بردت خالص وبعد كده نيجي بقى المكونات اللي ايه اللي عجينة عنحتاج كيلو من الدقيه وكيس خبيرة فورية معلقة صغيرة من البيكن بوضاء ودلوقتي انا صفيت البطاطا وخدت بالدها المية اللي فضلت وبعد كده كملت عليها بشوية مية تانية يعني انا محتاجة كوباية مية دافية دلوقتي معايا دي كوباية ديها ايه معلقة صغيرة من السكر وما بتقطري السكر لان هي البطاطا بسكرة انا بس بحط المعلقة ديت الزغيرة ليه عشان انا نشط الخبيرة فضلت عليها كيس الخبيرة الفورية ونزلت عليها بنص كوباية كده من المية الدافية نيجي بقى على خليط الديق ده كده الديقهوت عم حطيت عليه معلقة زغيرة مليانة كده هوت بيكن بوضاء وبعد كده منقلبها وحنيجي بقى حطيت بتحط الملح برضو يعني معلقة كده صغيرة من الملح على خليط الديق ونيجي بقى للبطاطا بنهرسها كويس كدهوت بشوكة طبعا هي مسلوقة كويس زي ما احنا شايفيه لهات وسيبقى لحد ما بردت خالص ساعد وقتي يعني فنيجي بقى اللي احنا نفضيها وزي ما احنا شايفيه لا وحريد ده بقى اللي احنا نقلبها مع الديق بص الخميرة انا طبعا بعمل خطوة الخميرة ديت ليه علشان اتأكد للخميرة معايا شغالة ولقيش اطلع معايا حلو يعني ما عملش العجينة واجي في الاخر احط الخميرة عديق كده على طول فالهي مسل هي بايزة بالشغالة كده تبوازلي الوصفة كلها فلازم اللي انا عمل الاختبار ده هوت ده واتي انا بقى ايه بعاجينها كده هوت بقلب بقى البطاطا البسلوقة مع الخميرة اللي انا مفضيطة بقلبها كويس وعننزل بقى ايه بالمية الدفية بقيت يعني شوات المية اللي فضلين اللي هي يعني نص كوباية كده من المية لان هنا مسخنة يعني مش مسخنة غلياها لا هي مية دفية دفيت كوباية مية على البطاجازة ونزلت كده بيها بعاجينها لحد ما تبقى عاجينة لينة زي ما احنا شايفينها هي تعاجينة طرية بتلزق في الايد بعد كده هندهن بقى ايه وش العاجينة كده بحبة زيت لايه انا بعملها بعملها عاجينة طرية وبتلزق في الايدimage عشان يطلع معاك العاش طريقية وحلوة يعني بنفس الشكل اللي انتو شفتوه في اول الفيديو. اه دلوقتي بقى ايه حاسبها العجينة كده لحد ما تتخمى. كده تخمرت خلاص. انا سبتها يعني خدت معي. انا سبتها على فكرة حوالي ساعتين لان ما كنتش فاضية. اه فسبتها وعملت اللي ورايا وبعد كده رجعت اكمل بقى ايه تصوير. اه دلوقتي بقى ايه حناخد منها كده طبعا هي العجينة طهية وبتلزة. فانا باعيها شوية دقيق عندك حاجة بالاتنين. يا اما تحطي ديكي في ديكي والتبداء اللي انت تشكلي اه تشكلي. يا اما تجيب شوية زيت في طبق. وتبلق ديكي بالزيت وتاخدي بالعجينة. اه وتحطي كدوة ايه? وتحطيها على طبعا لو عتشتغلي بالزيت فبمكن ترش ببكت ترش للصاجة اللي انت بتحطي عليها اه شوية من الردة. اه مش عايزة تدخلي ردة فيه خالص. يبقى تحطي شوية ديكي وتشكلي برضو بالزيت. انا كده شكلتهم اه تسعة الغفة. على فكرة الرغيف دوت يعني يعملك رغيف مدور كده كبير اللي هو العيش البلد الكبير. بس انا عشان عندي اه يعني مكانة يعني التسوية اللي انا حسوي فيها. انا حسوي طبعا ايه حنشوف التسوية مع بعض خطوة بس انا دوقتي خدت نص الرغيف اللي انا كنت بشكله. يعني التسعة الرغيفة دول هيطلعوني تمنتاشر رغيف يعني. فانا ايه خدت بقى كده ايه اه طبعا كل كل كرة اللي انا بشكلها دوقتي هاخد نص يعني تميل الرغيفة. نعم. اه فببدأ اللي انا برش الرخامة بدي ايه وبحط كده العجينة بتحتي. بعد كده ببدأ اللي انا هحط دي برضو في الوش. وانا الشابة اكون ايه دهناها اه عاملها كده بدي ايه. وبحفرد مرة بالطول مرة بالعرض. لحد بيتشكل باعي رغيف كده مدور بنفس الشكل. الارتفاع الرغيفة يكون اتنين ميلي. اه ما يقلش عن كده عشان ينتفخ معاكي. اه انا دوقتي فردت ملايا بقى كده على طرابست الصفرة. وبدأت اللي انا حطيت عليها العيش بعد بخلصته كله. وجه استصانية وحطيت عليها فوتا نظيفة. ودوقتي جيت بقى ايه? جينا لمرحلة التسوية اللي هي اهم حاجة. اه انا جبت صانية وقلت اللي انا اسخنها كويس. ودهنتها دهنت زيت خفيفة خالص. وقلت اللي انا اجرب في الصانية. اه كانت اللي كنت بسخنها جامد على فكرة في الخطوة دي. اه بعد كده لما بدأت انزل باول اه اول غيف بقى اول غيف اللي انا بدأت فيه في الفرد. هو ده اللي انا ببدأ اللي انا اه ببدأ اللي انا اسويه. فزي ما احنا شايفين اه طبعا الصانية بالنسبة لي كده ما نفعتش. انا ما حبيتش لانا اشيل اي حاجة اه عشان انتو تستفادوا يعني تستفادوا من الفيديو وبمراحل التسوية. اه زي ما احنا شايفين انا الصانية طبعا ما ريحتنيش بتخلي العيش غامق على طول كده هوت زي ما احنا شايفين فانا ايه طبعا ما كملتش فيها. اه قلت لانا اكمل الرغيف ده هوت. اه لان هو ايه كده كده يعني ده نامت ربنا وعادتاك. لأ جبت بقى ايه? جبت المصفة. طبعا انا قلت بقى لانا في اه فكرة المصفة ديت اه هي مش فكرتي هي معروفة على النت يعني في ناس عاملها كتير. فقلت لانا اجيب المصفة وحطها كده على عين البتجاز. اصغر عين اصغر عين شغال عليه. اه بس طبعا ايه هنتبقى ايه مع بعض. يعني بالنسبة للمصفة انا كملت فيها للاخر التسوية. اه طبعا بسخنها بسخن المصفة كده هوت وببدأ لانا بحط عليها اللي ايش. بس بدأت في الحتة دي عاليت بقى ايه شوية شغيف يبدأ يقوم معايا. اه بس بدأ اللي هو ياخد لون ايه زي ما احنا شايفين. فكده يبقى انا كده ايه طبعا انا بسوي معاكم بخطوة بخطوة. كده يبقى محتاجة لنا اهدي النار شوية. اه طبعا اه في الصينية كنت بعلية النار. فدوقتي لما بقى عملت هو الرغيف. اه خليت النار واسط. فدوقتي بقى ايه طبعا اه وكل مرة بتحط الرغيف بتمسحي. يعني بكون جنب منك حتة مابلولة كده بشوية مية. وتمسحي بيع المصفة. اه بعد كده من هوت اه بنبدأ بقى ايه اللي انا نحط بقى ايه رغيف تاني. وآآ ونشوف برض. اه طبعا اول ما باحطه اول ما بيبدأ يتشمع بيبدأ اه ببدأ لنا يعني بقلبه كده على الجنب التاني. وبعد كده برجع لنا قلبه مرة تانية. وسيبه بقى ايه كده لحد ايه يعني ما يبدأ اللي هو أه يقب كده معي. طيب اه درجة الحرارة اللي انا كنت شغالة عليها بقى وتزبطت معي في الاخر. اللي هي العين الصغيرة بتوطيها لأقل حاجة خالص وبعد كده بترفعيها سنة صغيرة هي دي العين يعني دي درجة الحرارة المصبوطة اللي انا كملت عليها وكانت جميلة جدا من غير بقى ايه من غير العيش ما يتلسع من غير ما يحصل اي حاجة يعني فدي اللي انا كملت عليها لاخر رغيف خلصته يعني زي ما احنا شايفين طبعا انا عملت معاكم كذا رغيف صورته معاكم زي ما احنا شايفين هوت طبعا ايه بقى لفيه كده هوت عشان ياخد لون كده هوت ايه دهبي زي ما احنا شايفين طبعا الطريقة بسيطة وسهلة على فكرة الفرن ما عملتش فيه لان انا الزيز متاع الفرن اساسا كنوية ومكسور والفرن اساسا عندي مش نافع اللي انا اعمل فيه فطبعا انا كان عندي بس مش كده في التسوية في الفرن ما نفعش اللي انا اعمل فيه انا كده طبعا ايه مسحت المصفى كده بحتة مبلولة كده معصورة وبعد كده راجعت اللي انا ايه اعمل برضو اكمل رغيف تاني ده كده رغيف تاني برضو انا عم بلا اعملت معاكم كده واحد اتصورته اه زي باحدة شايفين حتى انت هتلاحظوا للبصفى الاول اه يعني عشان بتقولوش بقطع وبتكرر ولا حاجة لا اه هتلاحظوا للبصفى الاول خاص كده نديفة وبدأت اللي هي تعمل يعني ايه خط ده بكده هوت اللي هو طبعا المصفى اه هقصلها بعد كده ويعني ايه وهتبقى زي الفل لا طبعا انا لسه ايه على فكرة انا بتكلم على الفيديو دلوقتي كنت لسه ما غسلتهاش لان انا قلت ايه خلاص الوقت بقى مطرح الخبيز وكده هوت وقلت اخلي المصفى عشان اه انا اتضفها في قناة المنظفات اعمل وصفة كده وانتضفها معاهو ما عشان يشوفوا بقى اه طبعا ايه زي باحنا شايفين اه حبيبي طبعا تسوية كل اه طالما انت زبطتي اه درجة الحرارة اللي انت شغال عليها اه ان شاء الله كده لحدة اخر رغيف هتعملي احلى عيش وان شاء الله كده هتلاقي ايه اللي هو بيبدأ بقى اللي هو يقب معاك وحيبقى جميل جدا طبعا هو في الاول اول رغيف اتنين كده فبيبقى لسه انت بتزبطي درجة الحرارة الصنية اللي انت عتعملي فيها الحاجة اللي انت عتسوي فيها فممكن اول اتنين ما يزبطوش معاك بس ان شاء الله بعد كده عتكملي وتعملي احلى عيش وبعد كده طبعا لو انت اول مرة بتعملي اه طبعا انا كنت اول مرة على فكرة سوي على البتجاز بصراحة لان انا كنت بعمل قبل كده وبسوي في فرن البتجاز على طوق وبتعودها لا نعمل فيه فطبعا عشان الظروف البتجاز اللي عندي للفرن بايس فكنت طبعا ايه بالنسبة لدرجة الحرارة ما كنتش عارفة الدرجة المزبوطة بالزبط هزبط بيها يعني فزي ما احنا شايفين اهوت لما انا كده عرفت بقى كده يعني بعد كده لما اعمل بقى معاكم اي حاجة فحسوي بقى على المصفة كده وعيطلع بقى ايه طبعا كده عرفت درجة الحرارة ازاي ازاي لانا استخدمها فعيطلع معايا بقى ان شاء الله كده هوت يعني من اول الريف لاخر الريف اه ان شاء الله كده يبقى حلو ومية مية يعني فاتمنى اللي انتوا تكونوا استفدتم وزي ما احنا شايفيه ده هوت طبعا حبيبي طبعا هي الطريقة بسيطة وسأقول لكم بقى مكونات العجينة تاني كده هوت هو العمالة بسوي ليش يبانا استخدمت ايه اا اول حاجة خليط البطاطا يعني 600 جرام كده من البطاطا بطاطا رفيعة صغيرة او كوز بطاطا كبير بتبدأ اللي انت بتقشريه وبتقطعيه حلقات وبتسلقيها في شوية مية لحد ما تبقى طريقة خالص بالسبة لحد ما تبرد تماما وبعد كده بتصفيها وبعد كده هو بنحتاج لكيلو دقيم علىها صغيرة بيكين بودر كيس خميرة فورية معلها صغيرة من الملح طبعا الزيت احنا مش بنحط الزيت في العجينة زي ما احنا شايفين منظر دايش بقى تحفز زي في التسوية وبنحط بس دهنت ايه الزيت بعد ما اجنت العجينة كده هوت حطت بس دانت زيت على وش العجينة بس بتاع لحد ما تخمرت ساعتين كده بعد كده اشتغلت فيها وكده انا خلصت العيش كده خلاص وبقى معايا عيش جميل جدا على فكرة وتحفى يعني انا كده بقى ايه اه اجبت بقى اه اه يعني دي بتاعت العيش خاصة بالعيش كده هوت اه كنت واخدها هدية من كونجباد ده كانوا اعطيني جايزة مع هدايا تانية فمحتفز بيها بصراحة وفاستخدمها تحفى اه كان اعجبهم الوصفات كنت داخلها بسبب قبل كده وكانوا اعطيني هدايا فدي كانت من دمني الهدايا اه ده كده منظر العيش كده حبيبي جميل جدا فتحت لكم الريف عشان تشوفوه اه تحفى وجميل جدا لازاي اه وتعمل بطاطا وخليها تعمل عيش جميل جدا وعطي هلول اصفر كده لعيش اه اه اتمنى حبيبي اللي انتو تكونوا استفدتم النهاردة بالطريقة وطريقة التسوية فضلا وليس امرار حبيبي ما تنسوش كده اللي انتو تشجعوني وتدعموني باللايك والشير شايفوه ده ده مع اصدقائكم ودعملوا باللايك عشان كل الناس تستفد بالطريقة النهاردة وشكرا لمشاهدة السلام عليكم